تتحدث عن التقييم الخاص بالحكومة نفسها؟ بالحكومة هذا البرنامج الأخير الذي صدر قبل سبوع تقييم البرنامج نعم أنا أعتقد عودة إلى سؤالك ما حققتها من منجزات في مجال تعظيم الموارد هناك ارتفعت هذه الموارد لكن ليس بما مخطط لها ارتفعت الإرادات من المنافذ الحدودية ارتفعت من الضرائب لكن من نطلع على تقرير وزارة المالية اللي ينشر بشكل دوري يعني تعادل نصف ما مخطط إلى يعني احنا مثلا بالشهر مطلوب من يمنا مليارين تريليونين دينار الشهر الماضي كان اعتقد تريليون ومتيين وهكذا بالتالي أنا ما اعتقد انه استطعنا ان نحقق ما مخطط يعني توقعاتنا انه من العشرين مليار اللي هي يفترض ان تكون الإرادات من الإرادات غير النفطية اعتقد راح نحقق بحدود الاثمانية تريليون دينار وهذا خلال كبير